موسيقى منذ اطلاق استغلالها التجاري منذ ما يزيد على ثلاثة اشهر اقلت قطارات البراق ما يزيد عن ستمائة الف مسافر مسجلة بذلك تطورا متناميا حسب المكتب الوطني للسكك الحديدية وحسب المكتب فقد استطاع قطار البراق الذي اطلق في السادس والعشرين من وانبير الماضي ان يحظى باقبال كبير منذ البداية وذلك بفضل التقليص الكبير في مدة السفر وتسجيل دقة في المواعيد بنسبة انتظام تتعدى ثلاثة وتسعين في المائة الى شانب اثمنة تجذب مختلف الشرائح من الزبائن وبعد اشهر من الاستغلال التجاري ومن اجل تلبية الطلب المتزايد للمسافرين سيتم الرفع من عدد قطارات البراق من ثمانية عشر قطارا الى عشرين قطارا في اليوم في الاتجاهين كما سيتم تعديل مواعيد القطارات مع تحسين وطيلتها ومرونتها وتلبية للطلب المتزايد للمسافرين على متن قطارات البراق سيطلق مكتب السكيك الحديدية ابتداء من شهر مارس الجاري عروضا للانخراط خاصة بهذه القطارات وبالاضافة الى مدة السفار الاستثنائية المتمثلة في ربط الدار البيضاء بطنجة في ظرف زمني لا يتعدى ساعتين وعشر دقائق والرباط طنجة في ظرف الساعة وعشرين دقيقة والقنيترى طنجة في ظرف خمسين دقيقة مكن البراق من تقديم تجربة جديدة للسفار على متن القطارات والخدمات بالمحطات تتمثل هذه الخدمات في ولوجيات ملائمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقاعات انتظار مريحة وقاعات مخصصة لزبائن الدرجة الأولى ومرافق للتسوق والإطعام السريع وغيرها من الخدمات أما على متن القطارات وحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية فقد تم توفير وسائل الراحة في الدرجتين من إضاءة خافتة وتكييف للهواء وموضع أقدام ورفوف قابلة للطي ومساحات للأمتعة ومقابس كهربائية وكلف إنجاز مشروع القطار فائق السرعة البراق تعبئة استثمارات تناهز 22 مليارا و900 مليون درهم وسيمكن الخط فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء من ربط هذين القطبين الاقتصاديين عبر توفير حل ملائم ومستدام للطلب المتزايد في مجال التنقل وبالإضافة للتوفير المهم للوقت خلال الرحلات سيمكن الخط فائق السرعة طنجة الدار البيضاء من تقريب المدينتين وتسريع التنقل بينهما إلى جانب زيادة عدد المسافرين من ثلاثة ملايين مسافر في السنة إلى أكثر من ستة ملايين ابتداء من السنة الثالثة للاستغلال